الثامنة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها يا أهلنا في الطفة أنتم الساحة الأهم للأحداث وأنتم الساحة الأعمق لحسب الصراع في عرض عسكري حضرت فيه صواريخ الكورنات هنية يتحدث عن كنز أمني بعد عملية خان يونس ويدعو إلى المصالحات الوطنية وفتحت قولة لا جديدة بموقف حماس تركيا تعلن استعدادها للتعامل مع الرئيس الأسد إذا فاز في الانتخابات و17 شهيدا في غارة للتحالف الدول على دير الزور بعد تصعيد التحالف في السعود على الحديدة يدعو إلى الالتزام بهدنة ستوكهولم والجيش واللجان يقصفون جزان السعودية بصواريخ زلزال أهلا بكم قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الضفة الغربية هي الساحة الأهم لحسم الصراع مع الاحتلال وفي كلمته خلال المهرجان الذي أقامته حماس في ذكرى انطلاقتها الحاضية و30 قال هنية أن موجة العمليات الأخيرة في الضفة تأتي في سياق انسجام كامل مع المقاومة في غزة يا أهلنا في الضفة أنتم الساحة الأهم للأحداث وأنتم الساحة الأعمق لحسم الصراع مع العدو الصهيوني نعم أقول فالقدس على أرض الضفة والأهداف كثر على مرمى البصر لرجال المقاومة في الضفة بأن الضفة مرجل يغلي وساحة وضاءة ومقاومة واعدة بإذن الله سبحانه وتعالى هنية كشف عن وجود كنز أمني لدى كتائب القسام ستكون له تداعيات أمنية كبيرة في صراع الأدمغة مع الاحتلال كلام هنية جاء خلال المهرجان الذي أقمته حماس في ذكر انطلاقتها الحادية والثلاثين في غزة هذا الضخر الأمني والفني المهم اللي بين إدين مهندسي القسام سيكشف الكثير عن آليات عمل هذه القوات التي عملت داخل غزة في هذه المحاولة وفي الضفة وفي دول عربية وفي أماكن أخرى وسيكون لهذا الكنز الأمني الذي لا يقدر بثمن هذا الكنز الأمني الذي بين أيدينا والذي لا يقدر بثمن سيكون له تداعيات ميدانية هامة في عملية صراع الأدمغة مع المحتل هنيا شدد على جهزيته لعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس من أجل ترتيب اجتماعا فلسطيني والاتفاق على أجندات موحدة واستراتيجية وطنية تحديد المسارات مسيرات العودة وضعت ملف حصار غزة على الطاولة الإقليمية والدولية بعد سنوات صعبة من هذا الحصار وبعد محاولات التهميش ومحاولات ضرب إرادة الصمود في أبناء شعبنا واتحققت هذه المسيرات الخطوات الأولى على طريق كسر الحصار وإسقاط هذا الجدار اللعيد الذي فرض على غزة لأنها تمسكت بثوابتها ومقاومتها رئيس المكتب السياسي لحماس أعلن أن الحركة تعمل على توثيق علاقتها بالمحيطين العربي والإسلامي وشكر كل من وقف مع الشعب الفلسطيني ولسيما إيران على دعمها للمقاومة رغم الحصار الذي تتعرض له نحن نحيي كل من وقف ويقف مع أبناء شعبنا الفلسطيني نحيي مصر على وقفتها قطر على وقفتها إيران التي تقف مع المقاومة وتدعم هذه المقاومة رغم حصارها ورغم ما تتعرض له من جبروت أمريكي إلا أنها مع القدس ومع الشعب ومع فلسطين أعوذ اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد اعتبر أن الشكل المقاومة هو قرار وطني وليس قرارا لفصيل معين الأحمد قال في نشرة سابقة للميادين أن على الفلسطينيين أن يتكلموا بلغة واحدة موحدة داعيا حماس إلى استئناف تنفيذ ما تم التوقيع عليه لإنهاء الانقسام لا جديد إطلاقا في كلام الأخ إسماعيل هنية كله معروف وبالتالي علينا أن نتكلم باللغة الواحدة الموحدة نحن شعب واحد أيضا هناك اتفاقات وهناك برامج ولا نضع عراقيل وكأن هناك سرود التنسيق الأمني هو جزء من اتفاق لا نقلب معنا التنسيق الأمني هو إسرائيل لا تلتزم فنحن لا نلتزم وهكذا معارك كر وفرق كل ما ذكر الأخي إسماعيل همي نحن سلمته لنا مصر قبل حوالي ثلاثة سابيع قلنا لا يجب الالتزام بما تم التوقيع عليه نصا وروحا حرفيا لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة شارك الألاف من أنصار حركة حماس في مهرجان مركزي أقيمة بمدينة غزة للاحتفال في ذكرى انطلاقتها حماس شددت على الوحدة الوطنية وتمسكها بخيار المقاومة سبيلا لتحرير فلسطين أحمد شلدان في الذكرى الحادية والثلاثين على بيانها الأول احتفلت حركة حماس بيوم انطلاقتها في غزة تحت شعار مقاومة تنتصر وحصار ينكسر الألاف من أنصارها احتشدوا رافعين شعارات التأييد للمقاومة ووسط حضور فصائلي حمل في طياته رسائل عديدة يجب أن تكون هذه المناسبة فرصة حقيقية وجدية لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية هذه الحشدات الجماهرية اليوم هي استفتاء حول المقاومة الفلسطينية التي أكدت بأن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين بسالة الوحدة الوطنية والتي نأمل أن تترسخ بين كافة الأطياف السياسية الفلسطينية بالأناشيد والصور بعثت كتائب القسام برسائلها التي أكدت فيها جاهزيتها للتصدي للاحتلال فيما حلقت طائرات مسيرة أعلنت أنها سيطرت عليها من الاحتلال في سماء المهرجان الذي أكد المشاركون فيه أنه يمثل استفتاء على خيار المقاومة نقول للعدو ونقول لكل العرب ولكل المتخاذلين أن هذه الانتغلاقة وهذا الحج هو يؤسس ويقوي عزيمة الشعب الفلسطيني يأتي مهرجان حماس بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية أهمها مسيرات العودة وانتصار المقاومة في المواجهة الأخيرة وفشل أمريكا في إدانتها بالمحافل الدولية لتكون هذه الجماهير بمثابة الحاضنة الشعبية للمقاومة على مدار السنوات أثبتت حماس قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات لتقف اليوم في ذكرى انطلاقتها الحادية والثلاثين ومن خلفها هذه الجماهير مؤكدة تمسكها بخياري المقاومة والوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرات على القضية الفلسطينية أحمد شلدان غزة الميادين وخلال المهرجان الحاشد الذي أقامته حركة حماس في ذكرى انطلاقتها قدمت كتائب القسام عرضا عسكريا ظهرت في أو في خلاله أسلحة متطورة منها صواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة غنمها المقاومون من قوات الاحتلال موسيقى 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 قال وزير الخارجية التركي مولود جوي شوغلو أن بلاده قد تتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا وعيد انتخابه عبر انتخابات ديمقراطية ذات مصدقية وفي حديثا له خلال منتدى الدوحة أشار أبلو إلى أن الانتخابات في سوريا بعد كتابة دستور جديد ينبغي أن تجري تحت رعاية الأمم المتحدة يجب أن يكون الجميع قادرين على التصويت لمن هم مؤهلون في سوريا وخارج سوريا بما في ذلك اللاجئون في تركيا والبلدان المجاورة وفي البلدان الأخرى التي جرى توطينهم فيها في السنوات السبع الماضية ويجب أن تكون انتخابات ذات مصداقية عالية وشفافة وديمقراطية ونازيها وفي النهاية على الشعب السوري أن يقرر من الذي سيحكم البلاد بعد هذه الانتخابات وفي حال أعيد انتخاب الأسد في انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية فعلى الجميع أن ينظر في التعامل معه ميدانيا في سوريا قتل عدد من الأشخاص وجرح أكثر من عشرين وصفت جراحهم بالخطيرة كحصيلة أولية جراء انفجار السيارة المفخخة في مدينة عفرين بريف حالب الشمالي الانفجار وقع في سوق الهان وسط المدينة في وقت أعلن فيه أو أعلن فيه عن تفجير سيارة مفخخة ثانية كانت مركونة في شارع الفيلات غرب المدينة من دون وقوع ضحايا إلى ذلك استشهد 17 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف لطائرات التحالف الأمريكي على مدينة هجين بريف دير الزور الجنوب الشرقي في سوريا ونقلت وكالة سانا عن مصادر في البلد أن مجزرة جديدة ارتكبها التحالف لدى استهداف طائراته منازل الأهالي في قرية البخاطر جنوب شرق هجين بذريعة محاربة تنظيم داعش كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتسلم مائة وعشرين مقاتلة أف خمسة وثلاثين الأمريكية مشككا بالتقارير التي تحدثت عن احتمالية تعليق واشنطن تسليمها إلى أنقرة وفي كلمة خلال افتتاح منتزه في إسطنبول تطرق أردوغان إلى العمليات في سوريا مؤكدان الاستمرار بملاحقة الإرهابيين هل نفذنا عملية غصن الزيتون؟ فعلنا هل قمنا بعملية في عفرين؟ فعلنا في سنجار؟ لقد فعلنا سنلاحق الإرهابيين دائما فما أن يحفروا حفرة إلا وندفنهم فيها وسنواصل دفنهم في تركيا تظاهر ألاف المواطنين في مدينة دياربكر جنوب شرق البلاد احتجاجا على الأوضاع المعاشية لسكان المدينة المحتجون الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة في المدينة رفعوا شعارات منددة بارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة كما طالب المتظاهرون الحكومة التركية بتأمين ظروف معاشية إنسانية وإعادة 140 ألف موظف إلى أعمالهم بعد طردهم على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت قبل سنتين نحن نعيش في عالم يتعرض فيه العمال للإطهاد باستمرار وأدنى فئة منه مظلومة سيكون لكل بلد أساليبه وتفضيلاته الخاصة فيما يتعلق بهذه العملية ببساطة نحن نطالب بإيجاد ظروف معاشية إنسانية يجب على الحكام النظر في المسائل التالية لماذا هؤلاء الناس يثورون؟ لماذا هؤلاء الناس مستؤونة جدا؟ يجب أن يركزوا على هذا ويضعوا السياسات التي تساهم في حل مشاكلنا فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة من جديد أهلا بكم أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الجيش والمقاومة يحميان لبنان باسيل الذي تفقد الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة للإطلاع على تحركات الجيش الإسرائيلي غرد على تويتر قائلا أن التنوع والتعددية هما من يهزمان أحضية إسرائيل وعنصريتها واعتبر باسيل أن من حق لبنان الدفاع عن حقوقه وسيادته في مقابل الصمت الدولي إزاء الخروق الإسرائيلية التي يفوق عددها المئة والخمسين كل شهر في لحظة سياسية صعبة عاد الحراك المطلبي إلى شوارع بيروت بتظاهرة حاشدة ضمت الألاف للمطالبة بتحسين الأوضاع المعاشية ورفضا للسياسات الاقتصادية المعتمدة في لبنان المشاركون في التظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوع اللبناني واقوا أخرى لوحوا بتحركات تصعدية في الفترة المقبلة محمد محسن بعد باريس ارتدت بيروت ستراتها الصفر يستعد هؤلاء لتظاهرة مطالبها كثيرة لكن كلفة تطبيقها أقل من أرباح المصارف إلى الشارع نزل الآلاف في بيروت رفضا للسياسات الاقتصادية والحالة المعيشية إلى الشارع كي لا يكون مصيرهم كفتاة ماتت لأن أهلها لا يملكون ثمن علاجها هم بلا ضمان صحي من الدولة كنصف الشعبي أو أكثر ممنوع ما نكون منتحك بحسب دولتنا لأننا ندفع لها درايب وهي ولا شيء ما بتاخد ما بتعته ما بدنا عطول أخذ خذ خذ هات 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 بزيادة أخذوا عمرنا وصحقتنا جايين لندعي كل الشعب اللبناني ينزل ليوقف معنا لأنه هو هون مكان الشعب اللبناني نجمل بيوت قد يسأل العابرون ماذا تنفع لافتة أو شعار يقابلهم هؤلاء بتكثيف حضورهم في الشارع ربما تراهم السلطة هكذا يزداد المعترضون على الواقع اللبناني منذ الانتخابات النيابية الأخيرة نحو 100 مليار دولار بلغ الدين العام اللبناني يرفض هؤلاء نيابة عن لبنانيين كثرا دفعه من جيوبهم بدل دفعه من أرباح المصارف مثلا وهي أرباح بمليارات الدولارات سنويا الكهرباء هي القضية الوطنية التي على أساسها أساسها يتوحد اللبنانيون يدفع لبنان فاتورة صحية أكبر من أي نسبة فاتورة بما فيها الفاتورة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرة اليوم هي الجواب هي تعبير عن نقمة شعبية عارمة هي تعبير عن تمرد شعبي ضد واقع لم يعد بالإمكان احتماله بات الشارع لغة تؤمن بها فئة من اللبنانيين للمطالبة بحقوق تبدو بديهية في دول أخرى فئة يمكن ملاحظة اتساع حجمها مع تضخم الأزمة المعيشية إلى درجة قد يصبح معها الحراك في الشارع أكبر من مسألة تأليف حكومة متعثرة حمد محسن بيروت الميادين استشهد خمسة مدنيين إثر غارات لتحالف السعودي على مناطق متفرقة من الحديدة مصدر عسكري يمني فاد بتنفيذ التحالف السعودي قصفا عنيفا على مزارع المواطنين في منطقة الجاح الأسفل جنوب الحديدة وفيما دع المبعوث الأمم إلى اليمن للالتزام بهدنة السويد استهدف الجيش واللجان بأربعة صواريخ زلزال واحد وقذائف المدفعية مواقع قوات التحالف السعودي قبلتها جبل قيس بجزان السعودية وأكدت مصادر يمنية مقتلى وجرح العديد من قوات التحالف في صد زحفهم غرب منفذ علاب الحدود بين عصير وصعدة أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع مواصلة التحالف السعودي خرق التهدئة في الحديدة بعد شنه سلسلة غارات على المناطق والأحياء السكنية في المحافظة وفي مدمر صحفي شدد سريع على أن القوات اليمنية لن تتردد في الرد على أي تصعيد من قبل قوات التحالف عدم توافر الإرادة لدى العدوان لتحقيق السلام واستمراره في الاعتداء على المدن والقرى اليمنية يشير إلى عدم انصياعه لدعوات السلام وضربه عرض الحائط الجهود المفذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف شامل لأعمال القتالية خاصة في محافظة الحديدة العدوان كذلك يستخف بكل الدعوات لوقف جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني كما استخف من قبل بدماء اليمنيين وبمعاناتهم قواتنا أمام هذا التعنت وأمام استمرار التصعيد العسكري لا خيار أمامها سوى الرد المناسب لكل عملية التصعيد بحسب ما تقتضيها الظروف وما تفرضه طبيعة المواجهة أهالي الأسرى والمعتقلين لدى قوات هادي والتحالف ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق سراح أبنائهم في عمليات التبادل للأسرى والمعتقلين التي ستضم 7700 معتقل وأسير بموجب اتفاق استوكولم في حين تواصل قوات هادي والتحالف منع هذه الأسر من زيارة أبنائها أو التواصل حتى معهم أحمد زميبا أهالي المعتقلين والأسرى يطالبون بسرعة إطلاق سراح أسراهم ومعتقليهم لدى قوات هادي والتحالف بعد ازدياد معاناتهم وتفاقم أزماتهم وكأن لسان حال هذا الطفل يقول ما ذنب أبي الطفل عليه يحمل صورة والده غانم الجرموزي الذي اعتقلته قوات هادي والتحالف من دون سباب أثناء عمله في نقل البضائع بشاحنته من صنعاء إلى الجوف لينقطع باعتقاله مصدر رزق زوجته وطفله الوحيد ابني بيقصد الله على نفسه على أولاده على أخوته أسري كاملة وفوق موتري بيطلب الله على نفسه ومشهوا عليها صعيف الجوف ومشهوا الركل ببضاعة البحام واستخطفوا ونحن دائنينهم الاعتقالات التعسفية طاولت مئات المواطنين من بين سبعة آلاف وسبعمائة أسير ومعتقلين في سجون قوات هادي والتحالف اعتقالات تركزت في تعز ومأرب وحتى داخل السعودية المئات منهم هم معتقلين اعتقالات تعسفية اعتقلوا وهم يمرون في الخطوط وأغلبيتهم أغلب هؤلاء المعتقلين هم في مأرب أو في السعودية أو في تعز هذه المناطق هي أكثر المناطق التي تعرض فيها المواطنون لاعتقالات تعسفية بسبب انتماءاتهم المذهبية أو السياسية أو حتى بسبب ألقابهم أو حتى بسبب مناطقهم تصر قوات هادي على منع الأسر من زيارة أبنائها الأسرى والمعتقلين أو حتى التواصل معهم في انتهاك متواصل للقوانين الدولية والإنسانية هناك تعنت كبير جدا من قبل المرتزقة وأيضا من قبل التحالف لأنهم يمنعون منعا باتا على جميع الأسرى أي زيارة حتى زيارة المنظمات فما بالك بزيارة الأهالي يظل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في الموعد المحدد الأمل الوحيد للأهالي لإنهاء معاناة طال أمدها أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين أعلنت غرفة عمليات سرط الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تسيير دوريات استطلاعية ومطاردة للإرهابيين في منطقة الهلال النفطي بيان القوات المسلحة أكد تفجير مستودعات ذخيرة عثر عليها جنوب النوفلية وصولا إلى منطقة المزوغيات كما أكد المسؤول الإعلامي للواء الثالث والسبعين مشات أن قيادة اللواء أرسلت مجموعات تابعة للواء إلى منطقة الهلال النفطي استعدادا لأي أوامر عسكرية ولضمان تأمين المنطقة أعلن المجلس الوطني لحزب أفاق تونس أنه سيخوض الانتخابات التشرعية التي ستجري السنة المقبلة بقائمته الحزبية رئيس أفاق تونس خالد الفوراتي دعا في تصريح للميادين أن نخب إلى الالتحاق بالحزب والعمل في الميدان لدراسة الحالة الاجتماعية للسكان وتقديم الحلول وفق تعبيره اليوم حزب أفاق تونس أول محور وأهم محور اللي خرجنا به هو أنه كيف نخوض الانتخابات التشريعية المقبلة واخذينا قرار اليوم في أنه أفاق تونس بشي تقدم في الانتخابات المقبلة بقائمات أفاق تونس ونبقا متفتحين على المجتمع المدني على المجموعات السياسية الأخرى اللي تحب تلتحق بنا مرحبا بها الحزب يقدم تفتح شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اشتباكات بين الشرطة ومحتجين من نشطاء حملة ضد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو خمسة ألاف وكان مجلس المدينة قد رفضت ترخيص لها لكن مجلس الأمن البلجيكي قرر السماح لها تذكير بعنوين هذه النشرة يا أهلنا في الضفة أنتم الساحة الأهم للأحداث وأنتم الساحة الأعمق لحسب الصراع في عرض عسكري حضرت فيه صواريخ الكورنات هنية يتحدث عن كنز أمني بعد عملية خان يونس ويدعو إلى المصالحة الوطنية وفتح تقول أن لا جديد بموقف حماس تركيا تعلن استعدادها للتعامل مع الرئيس الأسد إذا فاز في الانتخابات وسبعة عشر شهيدا في غارة للتحالف الدولي على دير الزور بعد تصعيد التحالف السعودي على الحديدة جريفث يدعو إلى الالتزام بهودنة ستوكهولم والجيش واللجان يقصفون جزان السعودية بصواريخ زلزالة الميادين.نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة